شدد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الحفاظ على أسس الدولة كعامل لحفظ الاستقرار في الأوطان وهو ما سعينا لتحقيقه من خلال التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل اليمن وأكد سموه لدى لقائه اليوم في إطار نعقاد أعمال منتدى حوار المنامة لليوم الثاني بحضور نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة سعادة السيدة أرسولا فوندرلين وزيرة الدفاع بجمهورية ألمانيا الاتحادية أكد سموه على أنه يجب عدم السماح لتيارات التطرف باستغلال الحاجة للتغيير الإيجابي لبث مفاهيمها الدامة تقوض بين الدولة ونوه سموه في اللقاء باهتمام ألمانيا بقضايا المنطقة والشرق الأوسط وما تحظى به من احترام على الصعيد الدولي والإقليمي وتواصلها البناء في إطار حضورها الدولي الفاعل ووصف سموه العلاقات البحرينية الألمانية بأنها قوية وتمتلك إمكانيات واعدة لبلوغ أفاق أرحب للتعاون والتنسيق المشترك في إطار رغبة البلدين الدائمة نحو تدعيم هذا التعاون الذي ترفيده الزيارات المتبادلة بين البلدين على مختلف المستويات وأشهد سموه بمشاركة ألمانيا الصديقة في أعمال منتدى حوار المنامة والذي يعكس اهتمامها بقضايا أمن واستقرار البنطقة وإسهامها في إثراء حوارات هذا المنتدى الدولي هذا وتناول سموه مع وزيرة الدفاع الألمانية خلال اللقاء الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وما تشهده من تطورات إضافة إلى القضايا والموضوعات المطروحة على بساط البحث في حوار المنامة اشتركوا في القناة